طيب شاب تحب تبدأ بإيه بقى في الكلام عن المباراة فانية النهارة أبدأ بكريم ندفت يعني ربا ضرت أنه فعل النادي الأهلي أنت بتكلم على لاعب كان بره للتشكيل الأساسي النادي الأهلي ودخل بعد إصابة عمر السلية بعد التسخين وشفنا شك مختلف لوسط ملعب النادي الأهلي بوجود كريم ندفت وده بين من الفكر اللي اشتغل بيه كولر مع كريم ندفت خلال المباراة ولو جبنا دي ممكن الهتس بتاعة كريم ندفت والخريطة التواجد بتاعه جوه ملعب النادي الأهلي أو ملعب المباراة شوف عدد المرات اللي ظهر بها داخل منطقة الجزاء يا كريم عدد كبير جدا ويخليني رجع بالذكرة لحمد فتحي والأدوار اللي كان بيقوم بها مع النادي الأهلي في الموسم الماضي وبيلعب لعيب رقم 8 ناحية الشمال وإن كان دايماً كولر بيستغله في عملية الزيادة العددية إنه يخش جوه منطقة الجزاء مع المهاجم ويبقى فيه كسافة هجمية للنادي الأهلي دي بانت بالتحركات بتاع كريم ندفد الصورة اللي بعد كده دي مرات التواجد دي مرات استلام كريم ندفد للكورة داخل منطقة الجزاء خمس مرات عدد كبير جداً للعيب بيزيد في الكورات المتحركة وفي الكورات السابتة فده ممكن رقم جيد نروح للحالات بعد كده اللي بتبين الأدوار اللي اشتغل بيها كريم ندفد خلال المباراة بتعليمات من مارس الكولر اللي جه من الدار للنار ورغم كده كان فيه تحضير عند المدرب كل الكورات يا كريم اللي بتلاقيها بتتلعب سواء من ناحية الشمال او من ناحية المين التكملة والزيادة بتلاقيها عن طريق كريم ندفد السويتش حتى لو نقف اللعبة دي هتلاقي السويتش حتى اللي كان بيقوم بيه كولر ما بين إمام عشور رحمة تعودين عليه نو بيالعب تمانية شمال أعمل أكتر من كذا مرة النهاردة هو وكريم ندفد اللي هو ما يبدله المراكز مع بعض الكورة دي إمام هو اللي خارج المنطقة بص كريم ندفد دي ممكن كرة الهدف بصي الاسكرين اللي بيعمله كريم ندفد داخل منطقة على المساك عشان يوسع المساحة التزديد لإمام عشور ولكن الكورة دي ده جزء من لطة الهدف بزبط لو نكمل اللعبة وفيه أعادة من ظهر إمام عشور كم اللعبة فيه أعادة من ظهر إمام عشور ما بين اللعبة بصي الفكر اللي عند كريم ندفد إن هو عارف إن اللحظة دي إنه هو بيوسعه مساحات الملعب لإمام خارج منطقة الجزاء إنه يبقى عنده المساحة التزديد وكريم نيدفيد عارف انه هيعمل لسكين على المساك عشان ما اقاملش بلوك للكورة بلوك للتزديدة استخدام لكريم نيدفيد في التحركات داخل منطقة الجزاء عظيم من مارس الكولر الكلام ده المشاك ده ما شوفناه مرة ولا اتنين احنا شوفناه في اكتر من اللعبة ولو كان منها اغلب الكورات اللي اشتغل بها النادي الاهلي في النواحة الدفاعية ليه؟ خلخال الدفاع الجونة اللي كان متكتل بشكل كبير بطريقة لعبة 3-4-3 وده زكاء من كولر انه يزود الكسافة العددية بلعيب رقم ثانية بيخش من تحت واخد مش واخد عن المدفعين ودائما بيسلق المساحة تي دائما بيسلق المساحة كريمة وبيخش في العمق الدفاع بتاع فرقة الجونة هنا بيستلم الكورة عدود منطقة الجزاء بتسترجع بالزاكرة حمد فتح والأدوار اللي كان بيوم بيها مع النادي الاهلي في الموسم الماضي نفس المكان نفس التحرك كتفرصة هدف محقق انه ممكن كان يسجله برضو في الشرط التاني كامبل بنفس الأدوار وده يبين لك قد ين المدرب مذاكر الخصم عارف طريقة اللعبة بيلعب بالخصم واللعيب حتى لو جاي من عالدكة هو جاي بتعليمات واضحة وصريحة مش تعب يخش ولسه يستكشف نفسه في الملعب هيلعب فينه ويعمل ايه لا التعليمات واضحة بالأدوار اللي كان بيها كريم نيفد داخل المباراة